تقرير للوكالة الأوروبية لحرس السواحل يكشف ارتفاع عدل الحراجة الجزائريين خلال سنة 2017. الوكالة أحصت في تقريرها الصادر الثلاثة أكثر من 4200 حراج جزائري وصلوا السواحل الأوروبية مقابل 2700 سنة 2016. التقرير أشار إلى أن التوافد الكبير للتونسيين والجزائريين على أوروبا عبر الزوارق كان انطلاقاً من سواحل سيسيليا وسردينيا في حين أن توافد الليبيين من هذه السواحل تراجع بنسبة 34%. وأوضحت الوكالة أنه في نهاية سنة 2017 عدد الحراج القادمين من إفريقيا وخاصة من الجزائر وتونس والمغرب قد عرف وطيرة سريعة حيث يشكل ثلثي إجمال الحراج المسجلين بأوروبا والمقدرين بـ 204 ألاف حراج. التقرير أشار كذلك إلى أن 9494 حراجاً جزائرياً صدرت في حقهم إجراءات الترحيل. 3941 منهم فقط تمت إعادتهم إلى بلادهم الجزائر. من بينهم 2442 رحلوا بطريقة قصرية و1501 رحلوا بصفة إرادية.